موسيقى مساء الخير صباح 5 يونيو تصرف الجيش الإسرائيلي كأنه أداة قتل جاهزة للقتل وعلى أقصى درجات العنف جاهزة للفعل على كل الجبهات عرفة إلى أين تتجه بالضبط وهذا يقتضيني وقفة قصيرة ولو أمام طبيعة هذه القوة المسلحة التي تحركت يوم 5 يونيو 67 طبيعة ما يسمى بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستعق وقفة ليس فقط بسبب ما جرى في 5 يونيو لكن بسبب أيضا ما يجري حتى هذا اليوم لأنه رواية الماضي سهلة جدا لكن رواية التاريخ بحيث ينعكس ما يقال عنه إلى مستقبل وإلى حاضر هذه لها قيمة في اعتقاده هذا الجيش الإسرائيلي أنا باعتقد أنه يستحق هذه الليلة وقفة هذا جيش أولا مختلف عن كل جيوش العالم لابد أن أسلم أولا أنه كل جيش يعكس طبيعة الدولة التي أنشأته بمعنى الجيش الألماني يعكس الطبيعة الألمانية وهذا طبيعي طبيعة الدولة الألمانية طبيعة الشعب الألماني الذي صنع الدولة التي صنعت الجيش الجيش الإنجليزي نفس الشيء الجيش الفرنسي نفس الشيء الجيش الإسرائيلي يختلف في أشياء كتير جدا أولا الدولة التي أنشأته تحتاج إلى كلام كتير جدا قدامي دراسة أنا باعتقد أنها مهمة جدا وهذه الدراسة كتبها أستاذ هولندي ونقشت في مؤتمر أخير في هولندا بيتكلم فيها على فكرة الدولة بصفة عامة ويجري تطبيق لها على إسرائيل بتكلم عن الدولة لأن هذه الدولة مفروض هي اللي أنشأت الجيش أستاذ كيس رول وهو خبير في القانون الدولي بيقول أنه في أربع عناصر أساسية لقيام دولة بيقول واحد أن يكون لهذه الدولة الشعب يقيم على أرضها اتنين أن تكون لها حدود سياسية مرسومة تلاتة أن تكون لها حكومة مؤترف بيها أربعة أن تكون قادرة على الاتساب مع محطة والتفاعل معه بسلسة ويطبق هو سازرول يطبق هذه القواعد على إسرائيل بيجد أنه إسرائيل ليس لها شعب يقيم على أرضها هي بتقول دولة لكل اليهود إسرائيل تزعم أنها دولة لكل اليهود في العالم لكن مشكلة أن في أربعة مليون يهودي فقط يعيشون في إسرائيل وبقيت يهود العالم وعددهم 13 مليون يعني تقريبا مرتين قد اللي بجود في الدولة يعيش خارجها هنا دولة شعب يهودي لا تستقيم مع فكرة هذه الدولة الموجودة في إسرائيل بيقول أنه الحاجة التانية أنه هذه الدولة ليست لها حدود مرسومة وإنما هي دولة تتوسع بمقدار ما تصل إليه حركة استيطان التي يمهد لها ويحميها الجيش الإسرائيلي فهذه دولة بلا حدود لا تنطبق عليها فكرة حدود الحاجة التالتة بيقول أنه في هذه في العنصرين السابقين دول أنه الدولة الشعب اللي فيها لا تزعم أن هي بتمثله ومش موجود على أرضاه معظمه وأنه ملهاش حدود يترتب عليه مباشرة أنه الحكومة اللي بتقوم فيها لا تمثل شرعية عامة لكنها تمثل مراكز قوة إذا كنا بنقول أنها بلد اليهود طب بلد اليهود اللي في الخارج كلهم اللي في تيه زي ما بيقولوا حتى اللي في أمريكا واللي هم أكتر من إسرائيل مثلا لا يخضعوا لأولئة وتعاطفين معها لكنهم ليسوا ببساطة ليسوا رعيها حتى وإن كانت هي تعتبر أنه كل يهودي هو مواطن إسرائيلي وبعدين بيقول أنه شرط الرابع أنه إسرائيل غير قادرة على أن تعيش في محيطها لأنها ببساطة ليست منهم وأنها ليست منهم دي مش هو بس اللي بيقولها بيقولها بنجوريون بنجوريون ده كلمة مشهورة قوي بنجوريون هو مؤسس الدولة بيقول أنه نحن إسرائيل دولة لا تنتمي للمنطقة اللي بتعيش فيها لأننا فعلا دولة أوروبية وغلطة جغرافيا فقط هي التي وضعتنا في هذا الموضع من العالم هي وقع الأمر أنه كان لازم يضيف أظن يعني أنه ليست غلطة جغرافيا بس لكن كمان غلطة تاريخ فالمشكلة أنه في الكلام عن دولة إسرائيل أنا أمام دولة ببساطة غير عادي وطبيعة هذه الدولة التي أنشأت الجيش غريبة جدا أعصد أنشأت جيش لابد أن يكون متسق مع طبيعتها لكن ما هو أسوأ أنه هذا الجيش الذي أصبح للدولة جيش الدولة جيش الدفاع الإسرائيلي لم ينشأ مع الدولة يكاد يكون هو الذي أنشأ الدولة وليست الدولة هي التي أنشأت بمعنى أنه لما بدت هرسل بدت فكرة وطن قومي ليهود فلسطين وبدأ يبقى فيه حركة استيطان وأنا عايزة لفت النظر مرة أخرى إلى أنه بدء الاستيطان الكثيف في إسرائيل أو بدء الاستيطان أول مستوطنة استقرت ريشون ريشون استقرت سنة 1882 وهو تاريخ يرن في أذني لأنه هذا هو تاريخ النزول البريطاني ضد الثورة العربية في اسكندرية واحتلال مصر سنة 1882 حركة الاستيطان هذه الحركة أول ما جات كالطبيعي طبيعي ومن غير بحد يفتعل أي أشياء كانت في حاجة إلى قوة لحمية فبدت طلاقع ما يسمى بالهجناء كيش الدفاع والهجناء كانت في الأول كانت مجموعة محاربين قوات محاربة أو قوات دفاع محاربة تحارب على المستعمرات مع مستعمرة بعد مستعمرة بعد مستعمرة الحاجة شدت جدا إلى دفاع عن هذه المستعمرات لأنها موجودة في وسط غريبة عنها في وسط معادي لها في وسط يقاوم احتلالها لأرضه وهو الوسط الفلسطيني وهذه أيضا طبيعة أشياء أول بذرة نشأت لجيش إسرائيلي هي الهجناء فالهجناء نشأت بالدرجة الأولى كجيش أو كقوات متفرقة للدفاع عن مستعمرات وتغتصم أرض في وسط معادي ويقاومها فهذا الجيش في نشآته الأولى نشأ كجيش أشبه أما كان بيقولوا لما نقراش يباشى على سبيل مثال 48 أو غيره من الساس قالوا إن احنا بنواجه عصابات هنا كان بيكلموا بوقع حرام قوي إنه نظمهم ونقولوا إنهم كانوا بوعات جدا من حقيقة كانوا قريبين عمل حقيقة لكنهم قللوا من أهمية الحقيقة بشكل أو آخر أو ما شافوهاش لكن هذا هذه النواة حراسة المستعمرات سواء بوسطة الهجناء أو بوسط لما تسعت حركة الاستعمار وبقت فيه بقعة صغيرة صغيرة جدا نشأت حركة نهاد شمير حراس المستعمرات لكن هذه كانت هي النواة الأولى لجيش إسرائيلي وهي قبل الدولة بكثير جدا الإضافة التانية المهمة جدا لجيش إسرائيلي هو إحساس بعض العائلات اليهودية المهتمة من بعيد بالمشروع الصهيوني مهتمة من بعيد ومن قريب بمعنى هي يهود ويشعروا بالتعاطف مع اليهود لكن مش عاوزين كل اللي جايين ده من شرق أوروبا كل اللي جنب عندنا في إسرائيل ده يهود أوروبا لم يكنوا يريدوا عندهم إطلاق لأنه يعتقدوا أنه يسيئ لهم لأنه هذا الروسي والبولندي والأوكراني والبولغاري كل إسرائيل كلها في واقع الأمر شرق أوروبا فاليهود أوروبا الغربية ما صدقوا تأقلموا في مجتمعاتهم في الغربة في لندن وفي فاريس ورومة وإلى آخره وفي أمريكا مش عاوزين كل اللي جاي ده فهم واحد حاسين بالتزام كمان تجاه لكن مش عاوزين فهم بيشجعوا أنه روح فلسطين وشجعوا حركة الاستعمار وعائلة روتشلد كانت ورها أول مستعمرة وانشأت إلى ريشان رزيان وبعدين عاوزين يبقى هذا الكيان اللي بينشأ في إسرائيل على الاستيطان ولسه ما هواش دولة عاوزين يبقى عنده فكرة عن الحرب الحديثة فيلح لورد روتشلد وغيره وعائلة روتشلد كلها تلح وغيرهم يلحوا على إنشاء ما يسمى أو ما سمي فيما بعد في الفيلق اليهودي بمعنى أنهم يخدوا أفراد جنود وضباط هم يهود في بلدهم الأصلية يهود عسكريين جايين بلدهم أصلية حد جاي من روسيا وحد جاي من بولادة وحد جاي من هنا مضافة لهم حد جاي من إنجلترا حد جاي من فرنسا اللي هم بيعملوا دور القيادة ثم أنشئ الفيلق اليهودي وطلب روتشلد إنه هذا الفيلق يستخدم في عمليات وفي ذلك الوقت الوزارة البريطانية وافقت إنه الفيلق اليهودي يستخدم في عمليات ولكن ليس في فلسطين وبالتالي خدم هذا الفيلق في أوروبا وأصبح منه زباط وجنود عندهم فكرة عن الحرب عندهم فكرة عن قضية ما هو أوسع قليلا من ميدان قتال وهذه كانت مهمة جدا بالنسبة الوكال اليهودي لما جتل بداية إنشاء فلسطين أنا قدامي مذكرات بنجوريون وهي حافلة بعدد الضباط الأجانب اللي جنب اللي هم استدعوه في هذه اللحظة بدأ يبقى فيه مشروع الدولة على واشك أن يعلن ما فيش دولة لسه 47 والغاية 48 لكن بنجوريون بدأ يدعو كل من يستطيع القدوم من ضباط الحرب العالمية التانية وجنودها اليهود الذين كانوا في جيوش مختلفة ولكي يجيئوا لإسرائيل لكي يساعدوا على إنشاء الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة أنا بتكلم في هذا كله لأنه لابد أن أعرف طبيعة الجيش الذي واجه نسان 67 في 5 يونيو وواجه غيري وطبيعة الجيش الذي نزل نواجهه حتى هذه اللحظة والذي تتغير طبيعته لكن لما شوف بنجوريون على سبيل المثال وشوف هو مستني إيه ولاقي إنه بيقول تلقيت أرقاما تتعلق بضباط الخارج القادمين غير الهاجنة وغير الفيلق اليهودي فبيقول بتكلم مع الضباط لأنه هنا أنا بعتقد إنه هنا جاءت قيادة للجيش الإسرائيلي جاءت قيادة محترفة لها قيمة ولها خبرة بتجربة الحرب ولم تكن قيادة خام كتقيادة عارفة أو لما اجتمعت كتقيادة عارفة ولو إنه لها مشكلة لكن حتكلم قبل على نوع هذه القيادة ومستواها بيقول إنه كان عندنا جالنا 273 ضابط من الجيش البريطاني جالنا 36 ضابط روسي 60 ضابط بولندي 18 من شاكوزوفكة 11 أمريكي 9 رومانيين 4 من جنوب إفريقيا ويوغوسلافو أسبانيين وهولنديين لكن هنا بن جوريون جالوا حوالي ما يقرب من حوالي ألف ضابط 925 ضابط خدموا في الحرب العالمية التانية وعرفوا كيف تعمل جيوش وجالوا حوالي في هذه الفترة جالوا حوالي 11 ألف جندي كانوا موجودين فعلاً في جيوش الحلفاء سواء في جيوش أمريكا أو جيوش إنجلترا لكن جالوا خميرة مهمة جداً لإنشاء جيش قوي عنده مشكلة مشكلة الأساسية فيه عنده في هذا الوقت هو إنه هذا جيش من مدارس عسكرية مختلفة ومن رؤى مختلفة وحتى من لغات مختلفة فلما اجتمعوا كلهم في إسرائيل وكلهم موجودين تحت قيادة بن جوريون ما حكمهم كل واحد فيه عنده عقائده اللي جاء بيها من جيش الأصل اللي كانوا موجود فيه لكن ما حكمهم في النهاية عنصر واحد وهو ضرورات الأمن الإسرائيلي كما تبدت أمامهم وأظنهم في ذلك الوقت وموكراً جداً وضعوا النظرة المؤسسة لفكرة نظرية الأمن الإسرائيلي فكرة نظرية الأمن الإسرائيلي شاركهم فيها مدنيين كمان حد زي بن جوريون لأنه بن جوريون كان السياسي المسألة المهمة جداً السياسي المقاتل هذا نوع نحن لم نعرفه يعني السياسي المقاتل ممكن أو يكون حد في الجزائر في ثورة الجزائر ممكن يكون عندهم بشكل ما معرفة بالسياسة وبالقتال لكن نموذج بن جوريون نحن لم نعرفه في العالم العربي اللي هو السياسي الذي تحمل بمسؤولية مشروع وأشرف على إنشاؤه بالقوة المسلحة المشروع هو مشروع إنشاء المجتمع اليهودي المهاجر والمستوطن في إسرائيل واللي كانوا بيسموه إليشوف الفكرة الأساسية في الدفاع عنه بكل هؤلاء الضباط المؤهلين مش بس المؤهلين المؤهلين والمجربين والمجربين سواء في تجربة الدفاع عن مستوطنات الهجانات في الأول تجربة الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى تجربة الفيلق اليهودي في الحرب العالمية التانية وهو معارك كتير قوي في العالمين وخصام في منطقة بير حكيم خض معارك وتعب قاسع يعني قاسع وتعلم من المقاسع لأنه ما حدش بتعلم ببلاش كده يعني والحاجة الثالثة هو هؤلاء الذين جاءوا إلى بنجوريون تلبية للداء ممن كانوا يهودا في جيوش دول متقدمة جدا وبالتالي أصبح عنده هذه النخبة اللي هو معها قدر يعمل تصور رؤية إسرائيل وكيف تصنع نظرة أمن وكلهم كان رأيهم كلهم أجمعوا على حاجة مشكلة الدولة مشكلة أي دولة هي التي ترسم في النهاية تصور جيشها لكن عايزة نبه أنه هذا جيش نشأ وجاء بعيدا عن الدولة ودي مسألة لعبة دور مهمة جدا في تكوين هذا الجيش وفي الثقافة المؤسسة لهذا الجيش لكن هذا الجيش بدأ لما يحب يحط نظرية أمن أو يفكر في نظرية أمن واحد بقى فيه فكرة توسع الدولة باستمرار لأنه الدولة في هذه الحدود الذي نسمعها التقسيم غير قابل البقاء لأنه عند نقطة معينة في وسط إسرائيل في ذلك الوقت قدام المثلث عرض الدولة الإسرائيلية لا يزيد عن 11 كم وده في رأيهم أنه هذا طبيعي وبأي رأي أي حاجة تاني يعني أنه هذا لا يمكن الدفاع عنه فبدأ رأيهم أنه تحطت تعدد خطوط للدفاع أو تعدد خطوط لنظرية دفاع أو لنظرية أمن أول حاجة فيها التوسع اطلع برا هذا الطوق المفروض عليك أولاد يوم عقلية التوسع بقت موجودة عند الجيش الإسرائيلي بقسوة الحاجة التانية أنه نحن في ذلك الوقت وحتى حتى الآن نحن وسط محيط عربي كثيف جدا وهذا المحيط معادي وهذا المحيط ليس مستعدا أن يتقبل دولة إسرائيل في وسطه إلا بقوة قاهرة هو في رأيهم أنه لن يعترف بين العرب إلا وهم يتصوروا أننا قوة قاهرة ماذا نفعل رجأوا أظن إلى خطوط عريضة واضحة حددها لاسكوف وهو أول جنرال لاسكوف وهو بولندي وهو جي لهم جنرال جاهز فأول حاجة بيقول أنه هم حاجة التوسع طيب حاجة التانية بيقول أنه في القادمين من إسرائيل أولا الجنس اليهودي كله محدود كله في العالم كله في ذلك الوقت كان 11 مليون أنا مش عاوز أخش أتكلم في الهولوكوست لكن أنا معا بيتكلمه في الكنيسة الكاتولوكية ولي بيقولوا أنه حدث حدث اضطهاد وحصلت إبادة لكنها ليست بحجم ستة مليون تحت أي انتبار في الدنيا لأنه ما حد يقول ستة مليون واليهود في ذلك الوقت في العالم 11 مليون ويقول ستة مليون منهم أبيضوا في الحرب هذه مشكلة لكن في قضية بالتأكيد في قضية وفي قضية لابد أن ينظر لها ويعترف بها أنه هذا شيء حصل لكن على حال بيقول لاسكوف وغيره من القوات بيقولوا أنه الروح الإسرائيلية والدم اليهودي شعيح في العالم وينبغي المحافظة عليه فإذا المحافظة على الدم اليهودي وعلى الروح اليهودية أهم واجب قده قوة الدفاع الإسرائيلي لكن تلاشدة أو تحقيقه لا يمكن أن يجيء إلا بقوة نيران متفاوقة جدا فأمام نقص السكان لابد أن تكون قوة النيران قادرة على التعويض الحاجة الثانية بيقول أنه حجم صغر الدولة لابد أن يعوضه معلومات الدولة مخابرات الدولة وهنا أنا بعتقد أنه موضوع مخابرات الدولة موضوع استحقق الاهتمام بيه أولا الحاجة الثالثة بيقول عمق المحيط بيتصوروا أن عمق المحيط بإسرائيل وازدحام هذا المحيط لابد أن يلاشى باعتبارين الاعتبار الأول التخويف الشديد جدا للدرجة تصنع أسطورة تخيف من يقترب من إسرائيل عشان كده في عنصر التخويف لما نشوف النهاردة لما لاقي أنه في 6 أكتوبر الشباب المصري على الجسور كسر أسطورة الخوف من إسرائيل أعتبر أن ده في حد ذاته وبصرف النظر عن إنتاج العسكرية في حد ذاته تآكل قوة الخوف من هذا الجيش الذي يقال أنه لا يقهر مسألة أساسية جدا في تآكل قوته لأنه عندما لا يخشى أحد بطش شيء يتصور وحش أسطوري فهو يخصم من قوته بلا جدان لهذا بقول أيضا اللي عملوا حزب الله في لبنان بصرف النظر عن حاجات كتير قوي عن العمران اللي تهدم إلى آخرها عم تمند دفعوا التنمية في لبنان لكن هذا في منتهى الأهمية كان أصد كنتيجة جانبية في أنه أدى إلى كسر لأنه 34 يوم بيقف فيها حزب الله قدام إسرائيل قدام الجيش الإسرائيلي ويقف فيها ويضرب هذه قضية ما هيش قضية سلبية ما هيش أنه قضية استطاعت قوة أن تصمت لكنها استطاعت أن تأخذ من الأسطورة التي هي جزء أساسي من نظرية الأمن الإسرائيل وكذلك في غزة الحاجة اللي متصلة بعمق المحيط هو إمكانية القفز عليه وهنا يباني المحيط أهمية المحيط الخارجي برى إسرائيل اللي هو تركيا إيران وشبه القرى الهندية إلى حد ما وهنا يبان لي ويبان لأي حد أن تركيا مهمة جدا للأمن العربي إذا كانت قد كده إسرائيل مهتمة بيها لأنها عنصر الخروج من الإطار العربي المحيط إيران تبقى مهمة جدا ويبقى علاقة بإيران محتاجة مناقشة كتير قوي لكن هنا نظرات الأمن الإسرائيلي وضعت وهنا الجيش الإسرائيلي بدأ يبقى فيه جيش تقريبا هو الذي أنشأ الدولة لأنه كان هو أنشأها من ناحية أنه هو كان عنصر التماسك الوحيد فيها إذا تصورت أن دولة إسرائيل بالمهاجرين اللي جايين فيها وبهذا الخليط الإنساني حتى في القيادة العسكرية والذي لا يجمعها إلا أقصى درجات العنف قدام المحيط في الدفاع عن هذه الدولة الصغيرة الوليدة الهشة إلى آخره يبقى أنا هنا قدام قدام قضية تستوجب مني تفكير كتير قوي لأنه الجيش بهذا الشكل وهو عنصر التماسك الرئيسي في الدولة أدى إلى تشوهات كتير جدا في هذه الدولة لأنه وأنا شفت شفنا المرة اللي فاتت كيف أن الجنرات أخذت قدام قرار الحرب كيف أنه رئيس الوزارة كان طالب فرصة لاستفاء العمل السياسي والجيش لم يمكنه كيف أنه فيه زباط جيش راحوا راموا زي رمى علامات الرتب ورمى نايشينو واضطرت الوزارة تصدر قرار الحرب قبل موعد هي كانت مقدرة في ذهنها لكن هنا بقى فيه جيش إلى حد كبير جدا ليس فقط هو الممسك بقوة الدولة أو الممسك بالتماسك الدولة الممسك بكيان الدولة ولكنه أيضا هو القوة المهمة جدا فيها هو القوة الفاعلة فيها هو القوة المحركة وهو يعتقد والمجتمع الإسرائيلي كان إلى حد كبير قوي والحد قريب جدا يعتقد أنه هو ده تكر مرة لورد تومسون صاحب تايمس روي تومسون صاحب جريت تايمس والسندي تايمس وصاحب محطات كتيرة جدا في الإذاعة في كندا وفي إنجلترا وإلى آخرها كان في إسرائيل وتعشي يوم عزمه على العشاء هو كان عندي بعدها بأربع خمسة أيام وتعشي عندي في البيت ومعنا الدكتور فوزي الدكتور محمود فوزي وكان معنا دانيس هامل من رئيس تحرير السندي تايمس فدايك الوقت لكن بيحكي لي روي تومسون بيحكي لي عن مقابلة له مع ديان وأنا بظن أنها برضو تساوي الاهتمام شاف ديان وديان بدأ يحكي له على الجيش الإسرائيلي وإلى آخرها روي تومسون رجل بسيط جدا ورجل عفوي ورجل فيه ميزات هيلة رجل صنع نفسه صنع ملايينه وصنع قويته بنفسه بلايينه يعني فروي تومسون بيقول سمع لديان وقال له جنرال you are cocky and I don't like that cocky people يعني جنرال أنت شديد الخيالاء وأنا لا أحب الناس اللي عندهم خيالاء بهذه الطريقة والعشة انتهى بطريقة مأساوية لكن تاني من الصبحية رحله ما قلناش هو مين اللي رحله لكن قال لنا حد أنا مشتبه في أن رحله حايم هيرسون لكن هم قال لناش اسمه اسم اللي رحله تانيهم لكن حد كان حاضر مقابلته مع ديان حد من أساتذة من المستشارين بالجيش الإسرائيل اللي فاهمين فراح الصبحية لروي تومسون يحاول أن يزيد من نفسه أثر هذه المقابلة السيئة مع ديان لأنه ديان تصور يقولك يعني عنده خيالاء الديك يعني بتباهي بنفسه يتصور أنه الفجر لا يطلع إلا إذا صاح الديك يعني وده دايق أوي رأي طمسة وقال له رأيه بصراحة وأنه قبل أنتهت لكن الصبحية رحله أظن أظن حايم هيرسك وقال له أرجوك تعرف أنه الجنرال ديان ما بيقصدش يقول يقول هذا المعنى الذي وصل عليك أنه هو الدولة وأنه الجيش هو الدولة وأنه الجيش هو كل شيء هو لم يقصد أن يقولك ده لكن يعني أرجوك تعرف أنه في الوسط الخليط الإنساني الذي يكون دولة إسرائيل ومع الخطر الشديد الذي يحط بها فالجيش الإسرائيلي هو أداة الإمساك بالدولة بوحدة دولة وهو أداة حمايتها كمان وحمايتها مسألة أمن الدولة مسألة لا تقبل مناقشة وبعدين حال له حاجة ملفتة وأنا أظن أنه تساوي النهاردة أن أعرفها قال له أن إحنا نأمل فيما بعد أن تحل محل الجيش في الإمساك بالدولة بوحدة الدولة ووحدة الشعب حاجة تانية وأنا بقولها ولو أنها خارج السياق لكن قال له اللغة العبرية لأنه اللغة العبرية كانت لغة تكتن قرض فإحنا قعدناها والآن كل شيء في إسرائيل في جامعات إسرائيل يدرس باللغة العبرية من أول كيميا لغاية الطب لغاية الفيزياء لغاية كل العلوم ما فيش علم لا يدرس باللغة العبرية لأننا نريد أن تكون اللغة العبرية هي بديل الجيش الإسرائيلي في الحفاظ على تبسك الدولة لكن ده لسه قدامه حاول الراجل يظهر يتفلسف شوية يقري على دور تومسون بل اللي حصل لكن علي حال في كل اللي عاوز أوصل له نمرت واحد أنني أمام جيش مختلف نمرت اتنين وأمام دولة مختلفة نمرت تلاتة وأمام نظرية في استعمال السلاح مختلفة ونمرت اربعة وأمام نظرية في استعمال القوة تنزل بالقوة إلى درجة العنف عند درجاته البدائية أيضا مختلفة فهنا أنا ببص للجيش الإسرائيلي وببص له واحد باعتبره صانيعة الدولة لكن هو منشأة وده وضع غريب جدا هو الدولة لما أشوف ما هي مؤسسات الجيش الإسرائيلي وأرجع لأوراق إنشاء الدولة إنشاء الدولة أرجع لأوراق المنشئة للجيش الإسرائيلي في وقت إنشاء الدولة لما بدأ يبقى نظامي أو لما بدأت محاولة تخطي النظامي غريبة جدا السلطات التي ضمت لهجد الجيش والإمكانيات تتوضعت تحت تصرفه كالطبيعة تبقى متناسبة مع المهمة المرتجاة منه بحد الشيء قدر تصرف كلنا بنعرف في العالم العربي الجيش طبيعية نشأت مثلا في كلها نشأت في ظل احتلال في ظل حكومات وطنية ضعيفة في ظل غياب نظرية أمن عندنا فكرة عندنا فكرة لكن إيه الجيش اللي عندنا لكن ما عندناش فكرة مرات أهمية هذا الجيش الإسرائيلي بالنسبة لدولة إسرائيل خصوصا في السنوات المؤسسة الأولى لغاية لغاية ممكن نقول لغاية بعد سبعة وستين على أي الأحوال لكن هنا وحتى ترسخت بعد سنة تتة وسبعين ولو إنها تغيرت في الآخر لكن هنا الجيش الإسرائيلي عنده سلطات لا يتصورها أحد مش بس بقى وسائل القوة عنده ما يأتي في قانون إنشاؤه وهو قدامي قانون إنشاؤه قوة المسلحة كويس قوي لأنه أريد له أن يكون قادر على مواجهة كل الجيش العربية الحاجة الغريبة جدا أنهم قدروا يحققوا هذا في رغم عدد السكان المحدود وهو مثلا لو جيت أنا سنة سبعة وستين عدد السكان كان زاد عن فترة إنشاء الدولة وفي ذلك الوقت كانوا حالة أربعة مليون لكن هؤلاء الأربعة مليون حطوا قوة حشد في ميدان القتال وحطوا قوة نيران وحطوا قوة دبابات وحطوا قوة مدفعية وحطوا قوة طيران أكتر من كل الجيش العربية كلها مجتمعة لأنه الجيش كان الأولوية الأولى للدولة لأنه هو الدولة هنا في قضية إحنا قد لا نستطيع أن نتمثلها لكن لابد لنا أن نحاول تصورها لأنه ليس فقط أنها كانت مهمة في الماضي أو في التاريخ أو في تجاربنا ولكنها أيضا مهمة في هذه اللحظة ومهمة في المستقبل فهو أنا قدامي جيش لكن ألاقي أنه عنده كل القوى اللي ممكن نسميها التقليدية لكن ما هو أهم من القوى التقليدية إنه عنده كذا كل أجهزة المخابرات تابعة له كل أجهزة المخابرات تابعة له بمعنى إنه تابعوا نمرت واحد تابعوا المصعد اللي هي هيئة المخابرات العامة تابعوا الشبك تابعوا الأمان اللي هي المخابرات العسكرية البحثة تابعوا وحدة مخابرات علمية وهي دي اللي كمانها بولارد اللي حتى مع حلفائهم الجاسوس الأمريكي اليهودي المسجون في أمريكا حتى هذه اللحظة وأنه كل رئيس أمريكي بيرفض الإفراج عنه حتى هذه اللحظة وهي وحدة البحث العلمي هيئة سرقة المعلومات العلمية من أي مكان فعنده وحدة المخابرات العلمية وهي جاهزة عندهم تاني وحدة المخابرات المالية دي أنشأوها في الفترة اللي كانوا هما فيها بيدوروا على أموال يهود الموجودة في بنوك سويسرا والأصحابها ماتت ويعتقدوا أنها مبادغ هيلة وأنهم محتاجين لاستردادها لكن بعد ما خلصوا هذه المهمة بقيت وحدة المالية وحدة المخابرات المالية وقد لا نعرف أنه إسرائيل تعلم كل حاجة عن ودائع كل العالم العربي اللي موجودة في الخارج عندها أكسس وعندها معرفة بيها فعندها المخابرات العسكرية المخابرات العامة والمخابرات التخصصة والمخابرات العلمية والمخابرات المالية وكل هذا تحت تصرف الجيش الإسرائيلي لأنه مشكلة الأمن تستدع مشكلة المخابرات تبعوا أيضا كل عمية الاستيطان لأنه هو المكلف أن يفتح الطريق الاستيطان وهو المكلف أن يحمي هذه المستوطنات اللي ممكن تطلع في أي حد تحته غير ده كله تحته طبعا حرس الحدود طبيعي لكن تحته البوليس الإسرائيلي كمان لأنه في عمليات التسلل ومع وجود فلسطينيين كتير من عرب سنة 48 موجودين فالبوليس الإسرائيلي الداخلي تابع لولاية جيش الدفاع لأنه هنا مجموعة الأمن منظومة الأمن تشمل كل شيء وتكاد تكون طاغية على كل شيء لما أجي أشوف إلى أي درجة هذا الجيش الذي دخل حدود خمسة يونو هذا الذي تحرك أداة القتل هذه التي تحركت في يوم خمسة يونو وأشوف قد إيه كان قدامها من مصادر المعلومات لأنه هنا المعلومات وكويس أوي جيش يبقى عنده سلاح متفوق وكويس أوي أنه جيش يبقى عنده قدرة على قدرة نيران مهولة وكويس يبقى عنده أسلحة في الحرب النفسية إلى آخره لكن في مسألة أنه يكون عارف كل شيء عن هذا الذي يهاجمه من سوق الحظ أنه سنة 67 هذا الجيش الذي دخل عبر الحدود أولاً عمل الضربة الجوية وبعدين على الظهر كان بيدخل داخل حدود أو بيحاوله وشاكل حدود لكن هذا الجيش كان لديه قدر من المعلومات لأنه هي المعلومات والمخابرات هي عماده الرئيسي هي ما يعول عليه قدام الكثرة العربية لحواليه هي ما يعول عليه قدام كل دا كله وهي المعلومات في النهاية أو المعلومات المخابرات في النهاية سواء كانت سريئة أو عنه هي أهم شيء لهذا الجيش وهنا أنا بأعتقد أنه كمية الاختراق اللي كانت موجودة في مجتمعاتنا كانت غير معقولة لو يشوف مصادر المعلومات أنا قدامي على سبيل برثال هنا مثلاً قدامي دا هذه بعض الوثائق اللي كانت موجودة في مقر حلف مغداد اللي بقى الحلف المركزي فيما بعد لكن أكتشف أنه ودي كلها حق وضعت تحت صرف إسرائيل طبعاً أكتشف أنه من أهم مصادر المعلومات موسم الحج موسم الحج يجندله في الحلف المركزي من لوقت ما كان في مغداد وبعده والغاية ممكن لغاية النهاردة يعني يجند كمية من الجواسيس تذهب إلى موسم الحج وتعود بكميات من المعلومات توضع في النهاية في خدمة جيش إسرائيلي وكانت المخابرات المركزية الأمريكية تعطي للجيش الإسرائيلي أكتر مما أي حد تصور يعني على سبيل المثال لما تصور أنه النهاردة إحنا بنعرف إيه قوة الاستطلاع الأمريكي لكن لما تصور وقتها كان فيه طائرات اليو 2 المخابرات أما تصور من طائرات اليو 2 وده الملك حسين بنفسه قال لي وأنا سمعت منه أنه إسرائيل كان عندها من الـ CIA عندها صور كاملة وطرق اقتراب كاملة وقواعد 32 قاعدة في العالم العربي 32 قاعدة جوية في العالم العربي لما حد عنده يوفره الأمريكاني يوفره صور المطارات صور الممرات صور الخطوط المؤدية أو الطرق المؤدية للمطارات لما يجي في اللي موفره الـ CIA في اللي موفرته الـ CIA مش بس في المعلومات لكن في المطارات على سبيل المثال مثلا القنابل الخارقة للممرات القنابل المخترقة الأسفل لأنه هذه مهمة جدا لأنه أول ضربة أولى مكادش على الطائرات أول ضربة أولى كاد على الممرات أول ضربة أولى كاد صور الممرات فيها مهمة والضربة كاد موجهة إلى ممرات الطائرات لكي تم عاي طائرة من القيام أول ضربة مكادش موجهة للطائرات كاد موجهة للطرق اللي ممكن تخذها الطائرات لو جا تطلعها لأنه إذا دمرت الممرات اللي قدام الطائرات فهذه الطائرات كلها معطلة لو جا هو يضرب على الطائرات والطائرات قادرة أنها تتحرك لو جا يضرب على الطائرات ممكن قوي في الطائران فوق مطار أنه يضرب خط طيران لكن عشان يدمر هذا التجمع من الطيرات وارجع له مرة ثانية وارجع له مرة ثالثة أنه هذه الطيرات كانت محبوسة في قفص أنه ممرتها جنب أنها كانت مرصودة ومصورة أنه هذه الممرات أيضاً ما كانتش صالحة لم تكن صالحة للطيران لما شوف كمية عمليات الاختراق المباشرة اللي عميتها إسرائيل مثلاً في مصر أو في غرهم العالم العربي في مصر بالاستمرار على سبيل المثال كان في قضية أنا بأعتقد أنها أضرت كثيراً جداً بعوضاع سنة 67 وهي قضية وولف جانجلوتس ده راجل يهودي نشأ ألماني أصله ألماني وبعدين علته هجرت لإسرائيل وخدم في جيش الدفاع وبعدين لقوه خسارة أوي يبقى بيختم في جيش الدفاع عسكري أو ظابط فرجعوه تاني طلعوه بره أوروبا تاني وهو في شبابه على فكرة كان بيشتغل في مزرعة وتميز في تربية الخيول لكن ده بعد كده رتبوا وهيقوا وجاء هنا كرجل أعمال في مصر جاء كرجل أعمال مهتم بالخيول وراح نادل فروسية ونادل فروسية كانت تجمع هايل لزباط الفروسية في ذلك الوقت أول عدد كبير منهم خصوصا اللي كانوا قبل اللي كانوا موجودين في فترة الانتقال في القوات المسلحة من سلاح الفرسان التقليدي إلى سلاح الفرسان الميكانيكي اللي هو بعد كده بقى المدرعات لكن هانا لوتس والسيدة مراتو مع الأسف الشديد لعبوا دور قعدوا كذا سنة هنا في مصر وده كان مهمته مش بس المعلومات عن سلاح الفرسان كانت مهمة جدا كانت جزء مهمته الترتيب شبكة في مصر ضرب العلماء الألمان اللي كانوا بيشتغلوا معنا في موضوع الصواريخ وضربهم بمعنى إرسال خطابات مفرخخة لهم اغتيال وده حصل منه كتير جدا في حرب خفية في ذلك الوقت عملية لوتس كان رجل مشرف على إدارة عملية تجسس في مصر ملهاش حدود فضلت لغاية سنة 65 وفي سنة 65 اتبسك وتحاكم وفضل مسجون لغاية ما أفرج عنه بعدها فيما بعد حرب 67 لكن لوتس قضية بقى لغة الأهمية في مصر وهي من أهم القضايا الجاسوسية جنب كل القضايا اللي كانت فيها الـ CIA ودي خاصتها طويلة ومريرة لكن إسرائيل هنا كانت عارفة من الـ CIA إسرائيل كانت عارفة من حلف المركزي اللي كان أصله حلف بغداد عارفة عارفة تفاصيل تفاصيل التفاصيل يعني يعني مع الأسف الشديد كان فيه رصد كامل لقيادات القوات لمين هنا ومين هنا ومين هنا وبعدين عندي قضية أخرى وهي أخطر من لوتس وهي قضية حد في سوريا اسمه ليكوهان وليكوهان دا كان راجل برضو يهودي مصر الغريبة يهودي مصر وبعدين هاجر راح الأرجنتين وفي الأرجنتين اشتغل في الأعمال والإسرائيلين حطوا عنهم عليه لأنهم كانوا بيعتبروا أنه عنصر نشيط وذكي وحطوا عنهم عليه وخلوا يبقى صديق لللواء أمين الحافظ الملحق العسكري في ذلك الوقت للسوريا ويجعله صديق له جدا ومستشار له وبعدين أمين الحافظ دعي إلى السوريا في ضمن حركة الانقلابات وبقى رئيس الدولة وجاء وراءها ليكوهان وقد أخذ اسم عربي وبقى راجل أعمال مهم وفضل تركى في قيادة حزب البعث إلى درجة أنه أصبح من الهيئة العليا للحزب ولم يضبط إلا بمحض صدفة لأنه في صورة تاخدت له مع الزباط بيبصوا على مواقع الحولة مواقع تحول مياه الأردنة في الجولان وجات الصورة في مصر وشاب من الزباط الجداد قال إنه شاف هذا الوش قبل كده وبعدين شافه ده يهودي مصري كان وبعتنا للسوريين وقبض عليه والقضية كانت لكن هذا رجل كان يعرف كل شيء في سوريا وكان مخترق كل حاجة في سوريا في حاجة ضربة تلتة عملوها الإسرائيليين هيلة وهي حكاية مونين رفة طيار عراقي أغرية بأكتر من وسيلة في سنة ستة وستين وخد طيارة ميج واحد وعشرين وهي أحدث مكانة لدى القوات الجوية العربية كلها وخدها وطار بها إلى إسرائيل وهناك فحصوها الإسرائيليين مش قادرين هم يعرفوا كل أسرارها بعتوها طياروها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قعدت في الولايات المتحدة الأمريكية شهر حلت كل أسرارها وعرفت كل أسرارها وعادت إلى إسرائيل دربوا عليها إلى آخره لكن أنا هنا قدام قدام كمية معلومات كمية معلومات لا حدود لها واصلة إلى إسرائيل كمية معلومات واصلة وكمية معلومات واصلة إلى جيش يملك قرار يقول كلمة في الحرب والسلام مش جيش عادي ما هوش أنا مش قدام الجيش التقليدي اللي إحنا عرفناه في العالم العربي خاصة في مراحل مبكرة يعني يمكن لغاية يعني جيش اللي دخلنا به 48 كان جيش مش مستعد وغير قادر لأنه وظلم في اعتقالي ظلم الجيش سابتة وخمسين كان هو موجود هو والشعب والظروف الدولية وبالتالي ما جاتلوش الفرصة الحقيقية يبقى بعد الحرب يبقى أو خلال الحرب ياخد معركة قتال الجيش الجيش لا تبنى كده الجيش جيش قضية مختلفة جدا في بناء لأنه ليس هيئة تنظيمية الجيش جنب التنظيم جنب الفكر العسكري جنب كل حاجة الجيش في النهاية تجربة تجربة مستمرة لما أقول في جيش أمريكي أمريكا لم تقف عن قتال طول وقت عندي جيش أمريكي من أول إنشاء الدولة الأمريكية يحارب بلا حدود عندي جيش في إنجلترا عندي جيش في فرنسا بيوش الدول الجيش تتأتى الجيش من تجربة المستمرة ومن ظهور قيادات ميدانية جربت ومن طول مدد أنشأت ما يمكن أن يسمى بمؤسسة عسكرية أو مشروع مؤسسة عسكرية عندنا في مص ده ده لم يحتل لكن في إسرائيل بدأ تتشكل له ملامح لأنه المواد الأولية كانت جاهزة وتركبها في إطار معين كان وارد وممكن وقد جرى أنه في الجيش الإسرائيلي كان مطلوب منه أن يكون جهاز قتل بالدرجة الأولى وأن ينجح في أن يكون جهاز قتل لأنه مش حرب يعني ما هوش يعني اللي أنا شفته في سينة سنة سبعة وستين وحتى اللي شفناه بعد كده في في لغاية آخره غزة هذا ليس أنا برضه مش واحد من الناس اللي يبصوا الحرب باعتبرها لإحنا بعصر عنتر بن شداد كل جيش من واجبه أن يقلل خسائره وأن يعظم خسائر العدو لكن هذا جيش جيش قدرته على استعمال النار أو نظريته في استعمال النار كثافة استعمال النار ليست لها حدود فإذا أضيفت لها معلومات أنا كل ما بص قدامي على الكمية ما كان متوفرا للجيش الإسرائيلي وأتذكر أنه هذه القوة الزائدة أقلقت قوة الزائدة للجيش الإسرائيلي أقلقت عدد كبير جدا من السياسين أقلقت على سبيل المثال واحد زي نبي إشكول اللي كان رئيس الوزارة سبعة وستين لما قال للعسكريين وهو معهم وهو موافق على هذا كله ما قال لهم قال لهم هل حنستنى حتى تتبقى إسرائيل الآبة الدولة لا تعيش إلا بالسلاح وعلى السلاح هل حنعيش بالسيف واحده طوله المرنة ألاقي حتى صدى لهذا الكلام بيقوله ألمرت بس قاله مع الأسف شهيد متأخر أوي وهو ماشي قاله في حديث يودة أهرانوت لما قال إنه أنا حقول لكم حاجة لم يسبق لسياسي إسرائيلي أنقالها هو سبق وقالها لكنها لم تعرف مكانش في جراد لو قاله إشكول يعني على جيش إسرائيلي وإنه بخلي إسرائيل لا تعيش دولة لا تعيش إلا بالسلاح فبدأ فجاء ألمرت بقى بيقولها علنا بيقول بيقول ليدة أهرانوت في حديث وداعي أخير بيقول لهم أنا بحقول حاجة عمر محد رئيسه قالها حقول إنه أنا في هذه الدولة ذهبة إلى فين بالسلاح لأنه بنستنى باستمرار دبابات تزحف مستوطنين وراء دبابات تستوطي روح على رؤوس الجبال تلحقهم محدات عسكرية من قمة تل إلى قمة تل من موقع إلى موقع الدولة تضيع وهو ده اللي حاصل فعلا النهاردة إنه هذا الإسراف هذا الإسراف في القوة أو أدى بالدهاية إلى إنه هذا الجيش الذي أنشأته الدولة أو الذي هو أنشأ الدولة هو بيغتال تقريبا روح الدولة وهذا مؤدي إلى الأزمة الحاللة نهاية في إسرائيل لكن في ذلك الوقت اللي بتكلم فيه سنة سبعة وستين هذا الجيش كان لا يزال هو مش بس منشئ الدولة وهو مش بس ابن الدولة ومش هو روح الدولة لكن يكاد يكون هو الدولة الطريقة اللي تكلم بيها ديان واللي أقلقت زي ما قلت لور تومسون صاحب التايمس اللي كنت بتكلم عليه هذه اللهجة لهجة رجل يشعر أنه هو الدولة هو بيش بس هو عمل الدولة ولا هو الدولة عملته بطريقة معينة لا أنا الدولة الجيش هو الدولة هنا لما أجأ شوف الجيش ده في النهاية بقى كان عنده قديم بقف أخيرا قدام وثيقة واحدة بتوري إلى أي مدى كان هذا الجيش مستعد الوثيقة كتبها صديقنا العزيز ريتشارد هلمس مدير مخابرات المركزين الأمريكيين اللي أنا اتكلمت عنه كتير جدا وده أنا بعتقد أنه عمل دور كبير قوي لكن بيقول فيها الوثيقة كتبها ريتشارد هلمس للرئيس ليندون جونسون بيقول له أنا شفت مبارح جنرال مقير أميت اللي هو رئيس الموساد اللي هو كان مبعوث العسكريين غير مبعوث أبا إبان أبا إبان كان راح مبعوث عن وزارة ومدير المخابرات مدير الموساد راح ملدوب على الوزارة فبيقول له أنا شفت مبارح وهو الوقت رايح لإسرائيل لأنه استدعي لأن العمليات قريبة وبعدين جنرال مهير لك أن تطمعين بيقول للرئيس بيقول له أنه هما طلبين مننا إيه بيقول له أول حاجة عندهم كل ما هم في حاجة إليه ما عندهم عندهم لأنه الأسلحة اللي كانت عندهم سواء من إنجلترا وفرنسا ومن ألمانيا ومن أمريكا كمية سلاح كل الاحتياجات عمر ما في عسكري على فكرة عمر ما في عسكري لم أسمع عن أي عسكري في الدنيا كلها في التاريخ بيقول أنه لديه ما يكفي كل عسكري باستمرار كل جنرال كل مريشال كل مريشال يعتبر أنه ليس عنده ما يكفي وأنه يريد زياد لكن لأول مرة جنرال يميت واحد بيقول لحليفه الأكبر اللي هو بيعتمد عليه بقى لأنه في الظرف الموجودة في نظرية الأمن الإسرائيلي بعد أصرها كلها لها ضمان خارجي أساسي وهو قوة أجنبية قاهرة فهانا بيقول له لم نعود في حاجة لاشي خلاص كل الطلبين منكم فيه غير كده أنكم تكونوا يقضين حالة ما إذا تدخل السوفيت أما دون هذا فنحن جاهزين له وبالفعل كانوا جاهزين اتباع لكم اشتركوا في القناة